موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد لديمشن توزى اللهب طبعا في هذا المقطع رح نسوي تجربة جدا جدا رهيبة واللي هي هل بإمكاننا سرقة محل مستر بيرسن الجديد فتعالوا سويا نخش في المقطع طيب زي ما تعرفون بعد نهاية قصة رديد لديمشن تو تقريبا جميع الشخصيات المسالمة بعدوا عن حياة الإجرام وبدأوا حياة جديدة على سبيل المثال تيلي جاكسن تزوجت رجل طيب وغني وبدأت من أول وجديد وأيضا ميري بيث أصبحت كاتبة وغيره من الشخصيات المسالمة الأخرى ترجمة نانسي قنقر طبعا خوينا مستر بيرسن فعلا بدأ حياة جديدة واشترى محل الجنرال ستور اللي في مدينة رودز زي ما تشوفون طبعا تقدر تزور مستر بيرسن بجون مورستن في الإبلوغ وتدور بينكم عدة حوارات في عدة مرات تعالوا نسمع سويا ونشوف هذه الحوارات ترجمة نانسي قنقر رائعا 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 جيدا لك سيكونوا محاولا أهل 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 ولكن أستطيع محاولا 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 أيضا ما يستطيع أفعله الأرسول فقد'mت بسجم ما إنه بأثير نجح نفس سيكون أنتمحًا والمباشرة عملتقني منطبعي أنت سيكتبت محطة روضي لا تريد أن تفرح هذا أحسن مرسك أحسن من رجل أحسن بك أحسن كيف يكون محطة 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 أحسن محطة أحسن محطة سنطرة أحسن أحسن احسن أحسن أحسن بيجرس في المعطب المعطب والمصر أحسن 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 لسي أحسن أحسن نعم أحسن نعم أحسن 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 مقرت أحسن أنا أحسن كما تعجب من شكرا للمشاهدة ولكنها كانت مجموعة مجموعة تبدو أنك مجموعة على المشاركة هذه المرة يتعرفون أن الناس يتحدث عن المتحدث عن المنظمة 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 ونظر 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 ايه 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر زي ما شفتو مستر بيرسن شخص جديد فعلا واشترى هذا المتجر وقاعد يترزق عليه زي ما تشوفون وايضا مستر بيرسن تزوج امرأة جميلة وهذه الامرأة يعني غيرت حياته بشكل كبير جدا وايضا مستر بيرسن سأل عن ابيغيل وجاك مورستين وجون قال له انهم بخير يعني كان الحوار اللي بين جون ومستر بيرسن جدا جدا اخوي وكل واحد يسأل عن ايش صار له بعد ما انتهت العصابة بل انه مستر بيرسن سأل عن دوتش وجون قال لو حصلت دوتش ما راح اخلي يعيش وراح ادمره هذا قبل ما المهمة الاخيرة حق مايكا طبعا ايضا مستر بيرسن قال لنا انه راح يرسل لنا رسالة الى بيتشارز هوب ورح يتكلم فيها عن اشياء سرية ما يقدر يتكلم فيها وزوجته موجودة اشياء سرية تخص العلاقة اللي مع العصابة سابقا صراحة بعد ما سمعت كلام مستر بيرسن حول الرسالة تشوقت ودي اعرف ايش موجود في هذه الرسالة طبعا هذه الرسالة ابدا ابدا ما راح توصل لبيتشارز هوب ما ادري صراحة هل هو قليتش او انه مستر بيرسن قرر انه ما يرسل هذه الرسالة بل انه بعض الاشخاص انتظروا هذه الرسالة اربع ايام في وقت اللعبة عشان يرسلها مستر بيرسن لكن ابدا ابدا ما رسلها صراحة ما ادري هل هو يعني زوجته عرفت بالموضوع او انه رسلها وما وصلت ما ادري صراحة فاسألكم يا لهبيين هل قد جدكم رسالة الى بيتشارز هوب من مستر بيرسن او لا طيب نجي لسؤالنا هل بامكاننا سرقة مستر بيرسن دهل ونشوف سوئي ايام روز ادري صراحة ها ح Раз للغ aids الآن تحصق هاي ضئnies هاي صاثق وووه هايب لن‌ اينعب أحضم هاي σت Sahn حسنا نب trabalh هاي بديث هاي هاي ب nak هاي ب טוב يجب أن أذهب إلى كاليفورنيا الجديد صراحة مستر بيرسن واحد من الشخصيات الرهيبة في اللعبة يعني يسوي بعض الأشياء اللي تضحك وبعض الأشياء اللي تقهر وبعض الأشياء اللي تنرفس يعني كمجمل شخصية مستر بيرسن شخصية مرموقة ورهيبة جدا طيب يا لهبيين شاركونا أراءكم في خانة التعليقات عن هل رح تسرقون مستر بيرسن أو لا وأيضا قلو لنا هل إذا جدتكم هذه الرسالة أو لا طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة